السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل أينما كنتم لازلنا مع سلسلة التحذير للفروض واختبارات اختبارات الفصل الثالث وهذه المرة مع تلميذ السنة الثانية متوسط أذكر بأن أهم وأفضل طريقة للمراجعة للفروض والاختبارات والامتحانة بصفة عامة هي حل المواضع لأن الموضوع يحتوي على عدة أسئلة وأيضا أسئلة متعلقة بالconjugation, grammar, orthography, etc لن تجدها كثيرا في موضوع امتحان يعني سؤالين أو ثلاث نقطتين أو ثلاث أما الباقي على النص لهذا أنصح تلميذ بالتمرن على النصص والتعود على الأسئلة والإجابة عن الأسئلة انتبه معي سيبور لتروزيين بروجي تروزيين خيميسر فرض الفصل الثالث دوزيين ماني وكمنس على بركة الله تكست في مكان ما في السعراء كان هناك واحدة ينوازيس يعني واحدة أولا كان هناك واحدة مظ cobardeيين كانت هناك السعاداء انيت تنكح تنكح كل ذلك مقفلين يريد جنودس é يصع تحايران السعاداء كانت لديهم في الحاس أليم السعاداء كان يحميهم بدحما تركوا على المشاركة في البدوان المترجم لم يكن لديهم منبع للماء في وحاتهم إلتقالوا لترى لغاية دستانسي لتسلطيرهم 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 يتجسس بها لتأخذ الشيطان امع هذه السجنة من هذا السجن يتجسس بادور يتجسس لفعل هذه الوضعية كان هناك أحد ينسى بادور سنطرح هذه التالية يتجسس بادور يتجسس بادور Elle fut جالد de voir un des bédouins souriants ouvrir et fermer un objet magique appelé غوبيني يمكن أن ان نقول يحسد هذا البدو السعادة خاصة المراأة أحدهم يغلق يفتح ويغلق Un objet magique يعني شئ السحري اسمه غوبيني يعني الحنفية سيطنة. سيطنة. ثل donc هذا الشيخ غير عادي قلب الدور بشراء الأخيرة هي للشكرا الأخيرة إليه قطع وقتهم وانا يستطيع التنظيم لا يوجد من الهبان ولم يكترح للماء الذي يسرح لها يقرأ لها كله يشعر للماء إلا للماء المكان لم يكن لأبوته برماته ومتاركة في الماء لن تحرم للماء المدى وإن تردون مجال مرحباً. كان يجوزه للغاية ترجمة نانسي قنقر 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 L'histoire d'un jeune bédouin Ce jeune bédouin a décidé de faire changer la situation de sa trébu Vous savez, jeune bédouin qui se répète ici Donc on va supprimer la deuxième Et on va mettre ici le mot, le pronom relatif qui Et vous aurez la phrase suivante On raconte dans ce texte l'histoire d'un jeune bédouin Qui a décidé de faire changer la situation de sa trébu La conjugaison maintenant Donc on va dire Parce que le verbe espionner se conjugue avec l'auxiliaire avoir C'est ça le passé composé Avec l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif Plus le participe passé C'est quoi le participe passé ? Pour les verbes du premier groupe Tu effaces le er et tu mets un e avec accent Certains bédouins partirent Loin de leur oasis pour chercher de l'eau Donc certains bédouins On va dire au passé composé Sont Parce que le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être Sont Partis Loin Etc Et tu termines la phrase Huit relève du texte Deux mots appartenant au champ de l'exicale de oasis Vous avez par exemple Bédouin Bédouin par exemple Et on peut dire quoi ? On cherche dans le texte Deux mots appartenant au champ de l'exicale de oasis Vous avez par exemple Bédouin Et on peut dire soleil On peut dire soleil Propose un titre au texte Par exemple On peut dire Le robinet magique Le robinet magique coordonné On peut dire Tem Shuttle Et un centre On peut dire débuts avec l'exicalisation Par exemple Avec la reference Living التصحيح في هذا المكان أنت ماذا تفعل أيها التلميذ تحمل هذا الموضوع تحاول فيه من جديد ثم تقارن مع الأجوبة بهذه الطريقة تتمرن بشكل جيد للفرد طبعا انتظرونا في فيديوهات أخرى للمزيد من الدروس والفروض وحتى الوضعية الإدماجية الوضعية الإدماجية بالمناسبة أخصص لها فيديو لوحده لا تنسوا طبعا دعم القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته